والقدامى كانوا عرباً أصالةً وفطرةً وسليقة أبدأ بالجانب الخلقي في نبي الهدى محمد حتى نرسمه في قلوب أبنائنا وأجيالنا القادمة أيها الأحبة لما نقبنا التاريخ ما رأينا أحداً من الشعراء والأدباء استطاع أن يرسم لنا صورة المصطفى كما رسمته البدوية في الصحراء أبداً نقب التاريخ لماذا؟ لأمرين الأمر يجوز أن أقول الأمر لحركة المجاورة أو يجوز أن أستأنف كلاماً جديداً فأقول الأمر الأمر الأول إن النبي فيه صفتان صفة جلال وصفة جمال بخلاف جمال يوسف فيوسف نال شطر الجمال ولكن الجمال كله ما حازه إلا سيد الوجود محمد ولذلك افتتنت نساء مصر بيوسف ولكن نساء العرب لم تفتتن بجمال المصطفى لأن جمال المصطفى كساه الله بالجلال والجمال والوقار يقول الإمام علي أريد أن أنظر إلى جبهته فتارة أستطيع أن أحده وتارة أن أنظر إلى الأرض لأنني لا أستطيع أن أنظر إلى القمر المنير محمد رسول الله أيها الأحبة الأمر الثاني الرجل لا يجيد وصف الرجل فقل لأذكى رجل في سوريا ولو صادقته ستين عاما أتستطيع أن ترسمني لا يستطيع مهما أوتي من الدماثة والألمعية مهما أوتي من العبقرية والحنكة والحكمة والحصافة والفصاحة ولكن الأنثى إذا التقيت معها ربع ساعة إذا كانت حرة وفحلة إذا كانت حصانا ورزانا وفارقتها بعد ربع ساعة تصفك من منبت شعرك إلى أخمص قدميك ولذلك البذوية رسمت لنا صورة النبي الهاشمي محمد واسمعوا وصفها من أفصح امرأة في التاريخ والله ما درست في شيكاغو ولا في أكسفورد وكمرج في لندن ولا في جامعة دمشق ولا في جامعات لبنان ولكن فطرة الصحراء ومدها عبر قبيلة طسم وعبيل وعاهل وجديس هو الذي جعلها ترسم صورة النبي المصطفى عندما هجر النبي ما هاجر بل هجر أرغم على الهجرة هجر فهاجر كما يهجر إخواننا العراقيون الآن أكثر من أربع مليون عراقي يهجرون فالهجرة بدأت من فلسطين والآن تنتهي بإخواننا العراقيين أيها الأحبة وكان مطاردا من قبل أربعين رجلا يمثلون أربعين قبيلة من قريش ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقر وكان النبي يمشي على ساحل جدة أو جدة يجوز الوجهات فرأى خيمة أم معبد فأقبل إليها قائلا يا أمة الله أعطني شيئا من الطعاب أنا وأترابي جائعون فابتسمت العجوز وقالت يا رعاك الله اذهب إلى شيخ القبيلة هناك تجد القرى والسخاء والبذخ والعطاء عنده فأنا امرأة عجوز كبيرة في السن أضني الدهر بنابه وأناخ علي بكلكله ومزقني بتطاوله وهذه السنة جدباه وصحراء الجزيرة العربية قاحلة لم تبقي لنا قيرا ولا قطميرا ولا قليلا ولا كثيرا وذهب زوجي أبو معبد إلى الصحراء يسوق أعنزا عجافا لا تبط الواحدة منهن بقطرة من اللبن وخلف لي هذه الشاد التي لا تحلب قط أبدا فابتسم الحبيب محمد وقال يا أمت الله أعطني الإناء قالت يا رجل أقول لك لا تحلب قال أعطني الإناء وكفا تقول أعطيته الإناء فقلت له مسبك قال لها أنا عبد الله قالت له كلنا عبيد لله خبرني عن اسمك الحقيقي ما أخبرها لأنه مطارد من قبل أربعين قبيل يمثلهم أربعون رجلا بقيادة زعيم الجهالة العربية أبي جهلا عمر بن هيشاب فالنبي كان يحارب من ثلاث قنوات قناة في مكة أطفأها في أول لقاء له يوم بدر وسحق براثنة الشرك والوثنية ولكن فجأ بقناتين في المدينة قناة بقيادة عبد الله بن سبا وهي موجودة وقناة أخرى وهي أخطر من فئة اليهود بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول وهي موجودة في العالم العربي أيها الأحبة قال لها أنا عبد الله قالت له من أي القبائل من أي الأماكن قال لها أنا من ما النبيب تكفيه الإشارة فالنبي أخذ بالأسباب خاف إن بلغها وأخبرها عن اسمه أن تخبر قريشا فيطاردونه من هنا سلمته الكوب فأومأ إلى الشات وقال لها تعالي يا أمت الله فجاءت الشات تشم قدميه الشريفتين وضع المصطفى يده على ضرتها وقال بسم الله فامتلأ ضرع الشات حليبا قال لها مكي يمرأة وسميت مكة مكة نسبة للبدو قديمة كانوا يرعون البدن والإبل يقولون مكة الفصيل ثدي أمه والله سماها مكة لما اشتهر على ألسنة العرب القدامى قالت له أنت أولى بالشرب مني قال لها ساق القوم خادمهم نحن مدير المدرسة لا حول ولا قوة إلا بالله مدير مدرسة وإذا مرتقيت إلى مدير المؤسسة وهكذا من وإلى وعن وعلى فهنا قال ساق القوم خادمهم ومن الذي حل في خيمة أم معبد حل في خيمتها رجل وأي رجل إن القمر الذي يصطه في علياء السماء يستحي أن يباهي نور رسول الله يا أم معبد هذا محمد وهذا طاها وهذا يسين هذا بطل المعارك هذا سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وشرب أترابه وشرب النبي آخرهم وتوجه وأطلق ساقيه للريح شطر يثرب التي ستكون فيما بعد المدينة المنورة عند المساء أقبل أبو معبد من رعي مر في سنة قاحلة قال لها يمرأ يمرأة 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 أ real تركتك مصفرة شدقين أرى شدقيك منورين وارى حليما ولا حلوب عندنا فهزت العربية رأسها وقالت يا ابا معبد اولا تعلم من الذي مر في خيمتنا? قال لها من? قالت له رجل مبارك قال لها صفيه لي كم رأته? هو كان مطاردا كم احتقت? اذا ما اجمل المصطفى ما احلاه ما ابهه ما اصفاه ما انقاه لماذا لنعلم سيرته العطرة? لابنائنا على كل المستويات. قال لها صفيه لي قالت يا ابا معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه ثجلا ولم تزر به صعلة هو قسيم وسيم رأيته ازجة اقرن احور اكحل في عينيه دعج وفي اشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة اذا صمت فعليه الوقار واذا تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنطق فصل لا هذر ولا نذر كأن منطقة خرزات نظم ينحدر فهو ابهى الناس واجمله من بعيد واحسنه من قريب ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير لا تنساه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر انظروا الثلاثة وجها واحسنهم قدا غصن بين غصنين له رفقاء اذا تكلم استمعوا لكلامه واذا امر ابتدروا لامره فهو محفوض محشود غير عابس ولا مفند فهز الرجل الذكي رأسه وقال يا ويلك او تعلمين من هو قالت ومن هو قال لها هذا محمد هذا صاحب قريشا هذا محمد فاصابت العجوزة قشعريرا وانتابها البكاء قالت تعسى لي وترحى لو علمت ان الذي حل في خيمتي هو محمد لذبحت له هذه الشات ان ادركته لادخل الندينة سيدي ما احلاك ما اصفاك ادركت العربية بسليقتها وفطرتها عظمتك وجمالك دون ان تعرفك هذا هو الجانب الخلقي اما الجانب العقلي والخلقي هذه الكلمة الرابعة في هذا النهار ولذلك عذرا ايها الاحبة في كل يوم القي اربع محاضرات زيادة على ذلك ادرس مادة العربية والاسلامية فبارك الله فيكم على استماعكم وعلى ادبكم وعلى تواضعكم وعلى فرقتكم وعلى عريسكم احمد وعلى ابيه محمد وعلى اعمام العريس احمد وعلى هؤلاء الفرسان الذين انطلقوا من وادي خالد يجسدون حبهم للنبي العربي محمد وان دل هذا على شيء فانما يدل على القرى والسخاء الذي تعود عليه المسلمون والعرب ولكن ان اذنتم ان اذنتم لي ان اتحدث في دقيقتين فقط ثم بعد ذلك اسلم ربان الانشاد لكي ينسجوا باصواتهم العذبة الندية الطرية العربية مدحى المصطفى عليه الصلاة والسلام الان اعلمكم ساخرج هوية النبي لكم حتى تعلموها لابنائكم وبنياتكم فابناؤنا مساكين ومدرسونا في الثانويات والجامعات مساكين اقسموا بالله لا يعرفون هذا الذي ساقوله لكم هوية وثقافة النبي الذي تمتد من عبد الله الى ادم وبكل فخر ومن امنة الى حواء وبكل فخر قولوا لابنائكم هذا محمد يوم وصفه العربي وقال هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصيف ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانا ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارخ ابن شالخ ابن عابرة ابن فالغ ابن ناحور ابن يعرب ابن قحطان ابن سميدي ابن عادية ابن مضاد ابن عمري ابن ارفخ شيد ابن سام ابن نوح ابن ادريس ابن شيث ابن ادم هذه ثقافتكم تعلموها وعلموها حتى يعلم الأوروبيون أننا مثقفون ونحن نصدر الثقافة والحضارة للعالم أجمع أيها الأحبة ما زلت أذكر منذ تقريبا منذ ثلاثة أشهر كنت ألقي محاضرة وأقسم بالله أن أحد القساوس في سوريا وهو يمثل الكنيسة الغربية في سوريا ولبنان عندما أنهيت محاضرتي وكان عنوانها عن الإعجاز العلمي وكيف اعترف القرآن بالأنبياء والمرسلين وقلت كلنا خلقنا من التراب ولكن عيسى خلق من روح الله أخذ مكبر الصوت وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فالمسلمون أقوياء ودعاة الأمة ينبغي أن يصوغوا الكلاب ويلقوه عسلا ولا يلقوه جبلا فيا معاشر يا ربان الإنشاد والله أنتم أصواتكم الصداحة